اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من كل الذنوب ونتوب إليك اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته اللهم إنا نسألك الإيمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان اللهم إنا نسألك إيمانا لا نفاق بعده ويقينا لا شك بعده وإخلاصا لا رياء بعده اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل همّ فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة من غير سابقة عذاب ولا مناقشة حساب اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم إنا نعود برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين